في البداية مساء الخير إليك ولجميع المشاهدين الكرام وبدأ أستغل هذه الفرصة أهنأ شعبنا الفلسطيني بقبول فلسطين الأول في عضوية اليونسكو وإن شاء الله أقبال الفرح الكبير بقبولنا عضو في الأمم المتحدة سيدي هذا يعني أتأمل أن لا يكون هناك أكسات من الأعدة بيصير على الوضع السياسي قد يكون ذلك قد يكون ذلك ولكن ولكن نحن تقنيا كشركة صلاة فلسطينية حدث من ساعات الصباح الباكر هجوم منظم بكل معنى الكلمة ومحاولة دخول واختراق لشبكة الاتصالات الفلسطينية عملت طواقمنا الفنية بكل ما أتت من معلومات وتدريب وقوة ومساندة دولية من شركات متخصصة لحماية شبكة الاتصالات الفلسطينية والحمد لله تمكننا من صد هذا الهجوم الذي ما زال حتى الآن أكثر من 16 ساعة هجوم متواصل لمحاولة اختراقها للشبكة لم يتمكنوا من الدخول للشبكة لكن معرفة مكانه من أين هل تمكنتم من المعرفة نعم تمكننا فقط شرعا لطبيعة المشكلة هم حاولوا الهجوم والدخول للشبكة لم يستطيعوا الدخول لشبكة الاتصالات الفلسطينية نتيجة نظام الحماية نتيجة نظام الحماية المعدات التي تم استطمارها في شبكة الاتصالات الفلسطينية يعني في مجراء لركب التطور هذا هو الذي أدى لعدم الاختراك نعم طبعا هنا أكد وأشكر طواقم الفنية المدربة والمؤهلة لمواجهة مثل هذه الحالات لأنها لم تكن بالمستوى المتعرف عليه في القرصنة العالمية أنه تكون الحالة أنه مهاجمة شخص لعدة أشخاص أو محاولة مهاجمة مؤسسة ولكن هي شبكي بكل ولكن هذه بالنسبة لنا أول محاولة نراها مهاجمة شبكة دولة مهاجمة شبكة دولة فلسطين كانوا حاولوا إيقاع شبكة الاتصالات الفلسطينية التي تغذي غالب المؤسسات الفلسطينية بنقل البيانات والإنترنت في اللحظات التي كانت ممكن أن يصير فيها اختراق كنا ننزل الخدمة عن بعض المناطق حتى نضمن هذا هو السبب في الانقطاع نعم هذا سبب في الانقطاع عندما كنا نشعر أن كان أكبر بكثير من إمكانيات الأجهزة المتوفرة محاولات الدخول حيث لما نحكي عن خمس ملايين محاولة في الثانية في شبكات بيكون عليها ملايين المشتركين ما بتصير إيش هذه المحاولات فهذا إشي كبير بكل معنى الكلمة فأوجدنا حلول بديلة أنه لما كنا نشوف في احتمال الاختراق كنا ننزل الأجهزة يعني هجوم منظم السيد عبد المجيد والمصدر ذكرت أنه أعرفته من المصدر نحن في عدة مصادر يعني لا نستطيع أن نحدد من الشخص اللي هاجم ولكن نستطيع أن نحدد القنوات هل معقول أن تكون على مستوى أفراد يعني؟ لا أعتقد أنه على مستوى أفراد بإمكانهم أن يعملوا ماذا عملوا ولكن هم يستخدموا عنوين أشخاص عاديين تم حاولة الدخول من عشرين دولة من مئات إذا لم يكن آلاف ما يسمى بالإنترنت بالآي بيز أو العنوين للدخول على شبكة الاتصالات الفلسطينية ونحن نعلم أنه بأغلبهم ليس بعلمهم يعني أصحاب هذه الكمبيوترات أو السيرفرات وهذا يعني معروف في عالم القرصنة كيف يستخدموا هذه الأسليب ولكن عندما نتحدث عن خمس ملايين محاولة هذا شيء غير موجود عمليا في شبكات بحجم شركة شركة الاتصالات الفلسطينية الشبكات اللي بكون عندها ملايين المشتركين ما بكون عندها المحاولات وهذا بالفعل ما تم تأكيده من الشركات العالمية المزودة لخدمة الإنترنت لفلسطين بعضهم اضطر أنه يعمل تيرن أوف يطفي معدات إنترنت عنده من كتر المحاولات اللي عادة بتدخل على فلسطين وهم يطلبوا مننا أنه نغير الراوت أو المسارات لمسارات بديلة خوفا من كبرى التأثيرات على شبكات لكن في خطة حصلت لديكم غرفة عمليات وخطة طارئة مباشرة نتيجة لهذا الهجوم سيد عبد المجيد ما الإمكانيات لمواجهة ذلك والانتهاء من هذا الهجوم بشكل مباشر في الإطار المعقول هناك خطة طوارئ موجودة هي قبل حدوث تتعامل مع جميع الطوارئ أسوأ كانت كوارد طبيعية أو في أسوس فتم تفعيل هذه الخطة بناء على تصنيف فتصنيفها كان محاولة اختراق الشبكة وبالفعل تم تطبيق الخطة وأنا بطمن مشتركين أنها نفذت بنجاح والدليل على ذلك أنهم لم يستطعوا اختراق الشبكة استطعت تشويش الخدمة ولكن صمود هذه الشبكة من صمود هذا الشعب وبأكد أنه ممكن يستطيع أن يشوشه بالتأكد ستكون هذه درس حتى يكون هناك توسع في الآفاق للمواجهات خاصة الاستحقاقات السياسية يبدو أنها هي التي دفعت مثل هذا الهجوم تحديات شعبنا كبيرة وهذا اللي يثبت أن تحدياتنا في خطاع الاتصالات أيضا كبيرة كما هي بقية تحديات شعبنا الفلسطينيين متكاملين في كل شيء أستاذ عبد المجيد بالتأكيد هذا ما يميزهم شكرا جزيلا لك عبد المجيد ملح مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل نتمنى لكم التوفيق في مواجهة هذا الاختراك وأن تخترقوا هذا الاختراك وبعد إذنك أشكر جميع مشتركين شركة الاتصالات الفلسطينية ومشتركين مع مزودين خدمة عن طريق الاتصالات الفلسطينية على تفهمهم لكبر هذه الهجمة وتحملهم معنى المؤنعانا في انقطاع الخدمة من حين إلى آخر نتأمل أن نتخلص من هذه المشكلة الليلة بمهاجمة مواقع المهاجمين والانتهاء من هذه المشكلة شكرا مرة أخرى لك السلام شكرا